بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا بده الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ثم أما بعد درسنا باللغتين العربية والعلمانية ونتابع بارك الله فيكم في درس القرآن اليوم سنتكلم عن مخارج الحروف وثم بارك الله فيكم سنقرأ من سورة آل عمران إلى الآية التي وصلنا إليها بحيث نرى يعني كل أسبوع لو حفظنا هذه الآية التي نأخذها من آل عمران المفروض أن الإنسان حفظ هذه الآيات الآن التي بارك الله فيكم قمنا بدراستها ثم نقرأ من سورة الرحمن كذلك الواجب كان أن يحفظ الإنسان ما نقرأه من سورة الرحمن أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بارك الله فيكم وإزاكم الله خيرا المفروض أن يتقبل منا ومنكم ونفروض أن نقرأ من سورة آل عمران ونقرأ بحيث نرى ونقرأ من سورة الرحمن مخارج الحروف السبعة عشر على الذي يختاره مني اختبر للجوف ألف وأختاه للجوف ألف وأختاه وهي حروف مدن للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذ وليا الأدراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا واليوم سنتكلم عن المخرج الثالث بالنسبة لللسان بارك الله فيكم وعزاكم الله خير والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا الطاء والتا والدال من اللسان يعني من طرف اللسان يعني مقدمة اللسان ومن طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى جهة الحنك الأعلى وهذه الحروف تسمى النطعية 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 والصفير 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 مستكن مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلا إذن المخرج الرابع طرف اللسان طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلا السفلا مع إبقاء فرجة قليلة من اللسان والثنايا عند النطق إس إس إز وهذه تسمى الصفير حروف الصفير أو الأسلية الحروف الأسلية إس كأنك تصفر إز الأسلية تسمى وثم المخرج الخامس والأخير بالنسبة لللسان طرف اللسان طرف اللسان بينه وبين أطراف الثنايا السفلا آه عفوا للعليا تخرج قليلا من طرف اللسان إلى الخارج وتقول الث 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 وهذه تسمى الحروف اللثوية ليش اللثوية؟ لأنه اللثة اللثة هو اللحم الذي يكون أسفل الأسنان وهذا السنين اللي في الأمام تسمى الثنايا القواطع وهي أربع كم سن عند الإنسان الطبيعي؟ سبعة وستين اثنين وثلاثين أربعة هذه فوق تحت تسمى الثنايا بعدين عندك الناب نابهون 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 بعدين عندك الأدرس جيد وهذه برك الله فيكم هذا من كل مكان تخرج حرفان من الحروف ف تجعل فتحة أو يعني قليل الثنية الثنايا العليا كأنك تضغط فيها على اللسان فتقول إذ 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 الثوية اللثوية الحروف اللثوية والضاء والذال والثاء للعليا الثنايا العليا من طرفيهما من طرفيهما من طرفيهما الشفتان الموضع الرابع الشفتان وفيه مخرجان لأربعة أحرف يعني الشفتان الشفة العليا والسفلة الأول الأول انتبه ومن بطن الشفة فألف مع أطراف الثنايا المشرفة فالفا عفوا فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة يعني من بطني من بطني البطن هون الشفة السفلة هاي هون مع أطراف الثنايا العليا فا فا حرف الفا مع أطراف الثنايا العليا إث فا ثانيا المخرج الثاني من بين الشفتين بين الشفتين وهو مخرج الواو التي ليس فيها مد واو او واو مو مو الوو اللي هي تخرج من هون اللي هي تكون ساكنة وقبلها ضم فهذا حرف جوفي أما هذا أو هوائي أما هذا من الشفتين و إذن أولا الواو غير المدية ثم البا والميم فال البا والميم بالانطباق تطبق إب 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 إم وعند في ذلك تسمى الحروف الشفهية أو الشفوية فتقول إث أو إب إم هذه فذلك قال فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة يعني تظهر الثنايا هذه للشفتين الواو باء باء ميم واو تعمل دويرة تدوير شفتك واو وتطبق إب وأم وأخيرا الخيشوم وفيه مخرج واحد وهو أقصى الأنف الخيشوم هو أقصى الأنف وتخرج منه الغنة الغنة هو صوت جميل يخرج منها الأنف عند النطق بالنون الساكنة والتنوين عند حروف الإضغام بغنة والإخفاء والإقلاق والنون والميم المشددتان والميم الساكنة عند إخفاء الباء وإضغام الميم فتقول إن ثم بغنة هذه مخارج الحروف الغنة 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 وه мойアمره خاصة strike اول النبي اول. عوضة اول عن أنت 奥 أل ت أول ضع هذه يسمينا نطعيه هذا يسمينا نطعيه ثالث بارك الله فيك أفضل أفضل يسسسسسس ويسسسسسس ويسسسسسسسس من الأعلى من الأعلى unteren schneidezähnen mit der Zungenspitze und da sagst du hier سعد سين und ساي und diese nennt man Al-Usaliyah Al-Hurruf Al-Usaliyah 5. von der Zungenspitze mit den oberen vorderen schneidezähnen und du lächst ein bisschen deine Zunge nach vorne, die Spitze, und du drückst drauf von oben und dann sagst du إِسْ إِسْ Das sind Barakalofikum erstmal von der Zunge. Dann dann viertens haben wir Barakalofikum die Lippen. Die Lippen. Und von Lippen es gibt zwei Entstehungs Orte für vier Buchstaben. Und zwar pass auf deine Lippen die sind obere und untere Lippen. Schaule erstmal die Buchstabe FÄ Wie machen wir? Sagen wir F wenn du sagst F Deine untere Lippe in der Mitte mit den Spitzen von den oberen Schneide Zähnen und du schießt Luft raus. F F F F Dann Barakalofikum zweitens WAU BÄ BA MIN WAU U Du machst eine Runde BÄ du machst nicht die beiden Lippen zusammen sondern du machst wie eine wie ein Kreis U das ist das ist nicht diese U was du von hier NU U das ist nicht diese sondern WAU 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 das ist von der Lippen dann wenn du die beiden Lippen zusammen tust dann sagst du IB oder IMM IB IMM ein bisschen BÄ ist nach hinten das wird du machst die obere auf der unteren aber nach vorne eher und nach IMM nach ein bisschen vorder IB IMM und zuletzt Barak Allah Fikum haben wir einen Saal Bereich und da gibt es nur eigentlich das ist keine Buchstabe das heißt Nasi Lieren was ist Nasi Lieren RUN NA was ist RUNA das ist ein schöner Ton was durch die Nase kommt indem du auf NUN was verdoppelt ist oder MIM was verdoppelt ist und bei bestimmten meistens ist es bei NUN oder NUN und MIM und dann sagst du NMM 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 Das kommt von hier NMM NMM von hier NMM 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 Das heißt wenn du sprichst NMM 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 Das ist Alghuna Das ist alles Barakallahu Fikum Zahraikum Allah Khair Zahraikum 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 Fangen Fangen wir mit Das nächste Mal Fangen wir an Bezni Ta'la Mitzifat Al-Huruf Mitzifat Al-Huruf Das heißt die Eigenschaften der Buchstaben nicht mehr Entstehungsorten Übrigens da könnte man sagen du hast heute so durchgezogen wir haben Beweise die Beweise wir haben diesen Unterricht 24.10.14 16.10.15 4.11.16 21.9.17 8.12.18 4.10.18 11.4.19 5.11.21 3.10.20 5.11.21 1.2.3.4.5.6.7.8.9 9 Mal haben wir das schon gehabt Barakallahu Fikum Wa Jazakum Allah Khayra Wir haben noch 991 Mal Wenn das nicht in den Kopf kommt dann tut mir leid ich kann nicht mehr dafür Und wir verbessern uns langsam langsam Barakallahu Fikum Pass auf etwas Schönes Gold Gold hat verschiedene Karate 14 18 21 oder 22 und höchstens ist 24 Wenn du dich an diese Regeln hältst wie die Buchstabe ausspricht und dann die Eigenschaften der Buchstaben richtig ausspricht dann bist du 24 Karate Gold Wenn du das kommt die 1 2 1 2 1 2 2 2 2 يا أخوة مثل العيار الدهب لما تأتي بالعيار صح هو 24 آخر شيء فإذا مخارج الحروف نطقتها بشكل جيد وأتيت بصفات الحروف بشكل جيد فقراءتك 24 على 24 أما إذا ما أتيت بيها بشكل ليس ممكن تكون 11 على 24 14 على 24 18 على 24 وهكذا والله تعالى على وعلى ما سأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها ومنكم هكذا بارك الله فيكم أيضا انتهينا نحن بالنسبة للغة العربية انتهينا من القسم الأول بارك الله فيكم من المقدمة الجزرية بالنسبة لمخارج الحروف قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتأنثى لم تكن تكتب بها ثم قال مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف للجوف ألف وأختاءها وهي حروف مد للهوى تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينية والضاد من حافته إذ ولي الأدراس من أي سر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلاء والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم هذه مخارج الحروف والمرة القادمة سنتقلم عن صفات الحروف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمطة والضد وهكذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا خيرا الآن نأتي إلى اليوم كما ذكرت أننا لن نأخذ آية جديدة وإنما سنقرأ الآيات التي أخذناها وأثناء القراءة يعني أنت تحاول تذكر معاني الآيات التي تكلمنا عنها لأنه إذا قرأنا وقرأنا 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 وما رجعنا المعاني خيرا طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Heute machen wir eine kleine Wiederholung für die Ayat die wir von Surat Ali Imran schon genommen haben Warum mache ich das بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا damit wir auch uns fragen was wir gelernt haben ob wir das alles richtig gelernt haben oder nicht بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا und wichtig für mich ist dass man auch das weiß sozusagen und man kann anhand ihr könnt natürlich im Internet auch sehen und da gibt es auch barak الله فيكم die Übersetzung ungefähr eine Übersetzung davon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة ألا يستبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهاب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لم تغني عنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لَمْ تُرْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَلَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَادَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَابِلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَاءَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَاءَ فئةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فئةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضطة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضطة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم إلا من بعد ما جاءهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى هنا وقفنا المرة القادمة سنأخذ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء خير إن شاء الله ونت يومنا إلى سورة الرحمن سورة 55 بارك الله فيكم سورة آيان سورة الرحمن دوات أفنان فيهما فيهما من كل زوجه فاكية أخذنا تكين ألف وغضرنا سوى جنة في النقاصرات الطرفي بارك الله فيكم دي 62 إن شاء الله دعاية 26 فينه من نور 5 شنال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ولو خلقات في الانترنت يستطيعون أن يرسل سألتهم بارك الله فيكم بارك الله خير فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ، من ربكما تكذبان وهkke الله لا أمس oss على المستقيم ومفاركما تكذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبه ف species من الأمس متول يمكن السمعة الله سبحانه وتعالى uns auf den بريث الوكس لانفستigen نعم كله يتعمل لابس انتر هو الأب ألا يخي يقول ما مقداره كفارة اليمين أو النذر أو إلى غير ذلك الكفارة يا أخو بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان على شيء أو نذر نذرا ولم يأتي به فعليه كفارة وكفارة اليمين مثل كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير راقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام وإطعام المسكين هو تقريبا نصف ساعة نصف ساعة يعني نصف زكاة الفطر فإذا بده يقدره بالمال تقريبا الخمسة يورو للمسكين الواحد ولكن تخرج طعاما تخرج طعاما وليس مالا إما الطعام يكون مطفوخ أو يكون ناشف فإذا لم يجد فقراء في هذه البلاد يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر ويخرج هناك على الفقراء والمساكين ولكن بنفس المقدار يعني ما يقول والله في مثلا في بلد آخر تخرج يورو أنا أخرج أورو لا أنت هنا تخرجها عليك مثل ما أنت هنا والله تعالى على هو عنا لا بأس هل يجوز أن تطعم لشخص واحد لمدة عشر أيام لعائلة واحدة نعم لا ما في مشكلة يعني إما أنت تستطيع حتى مثلا تستطيع تجمع عشرة مساكين وتعطيهم مرة وتستطيع تجمع عشرة مساكين ما هي تجمع عشرة مساكين تجمع عشرة مساكين ما هي شخص واحدة وقد كانت نسأة مساكين شخص واحدة دون تشغيل ومع عن سنة يحيب وكيف هي هذه سنة الله أكبر قال سنة من السنة السنة سنة عمانة سنة عمانة سنة عمانة سنة سنة لايدي ترضى وكأنك في الصلاة وحاولك ترسى ولكننا أيضا يقولون ذلك يسمى نصفصر هذا هو الأوام من دفاع هذا هو بين 5€ لكنه لا يحميك لا يحميك في أفضل فإنه في أفضل أفضل مضايا أو يحميك في أفضل أفضل سأخذ من يحمي يحمي يمكن يساعد المعاملين يمكنك تسيحة عميلاً يمكنك تسيحة يمكنك تسيحة لابن ذلك عبد الله عقوه نحن نستيقى لا نستيقى للمحظة لأننا ننطق تنسى أيضا كذلك أيضا الشخصة والع personeزوية المنصر والعلمة Deshalb, я не могу أعني هذه الأفضل عبية للمسكن ويأت الكثير من الذين إذا هؤلاء وإنهم هل تقلقون مجزءا دائما لذلك تقلق الله فيكم إذا كليل يحميد هذه الأفضل بارك الله فيكم سكما حين لماذا أحسسى لديك أحسسى نفسه أثناء هم؟ أتحسى الكثيرين أحسسى لأنه أنك أحسسى عبية إن أحسسى الله لات من أحسسى dann wird man lügen und das ist eine Sache die hat mit Gottesfurcht zu tun und mit Taqwa zu tun das heißt wenn man Allah dann wird man nicht lügen und deshalb ein Mu'min lügt nicht warum lügt der Mu'min warum wird ein Mu'min nicht lügen weil der Mu'min genau weiß dass Allah alles weiß und dass Allah alles sieht und dass Allah weiß was du auch in dem Herzen hast und dass die Wahrheit die Wahrheit bleibt und dass das Richtige das Richtige bleibt deshalb wenn du das veränderst oder wenn du was anderes sagst du kannst die Leute die Leute betrügen aber Allah subhanallah kannst du nicht anlügen und betrügen warum machen sie das und weil sie Allah subhanallah nicht fürchten das ist die Sache Barakallahu ich kann ليches يكذب كثير mit dem معلمين oder mit den Menschen طيب يكذب يكذب لنفسه يكذب على نفسه ولنفسه والمؤمن لا يكذب ليches nicht يكذب المؤمن لأنه يعلم أن Allah يسمع und يرى ولأنه يعلم أن Allah subhanallah يعلم كل شيء ويعلم ما في الصدور subhanahu wa ta'ala فالذي يغيير الحقيقة ويكذب ويكذب على نفسه أولا وعلى آخرين أما على الله ما يستطيع أن يكذب نص الله العافيه سبحانه سلام سبحانه وإلى الله kann ein Jinn Krankheiten anrichten im Körper eines Menschen بarak الله وأخذ diese Sache auf aufpassen هذا was einige Leute heute behaupten dass die Djinn das machen und das machen und Krankheiten vorrufen und Krebs machen und ich weiß nicht was das ist Quatsch so und das ist eine Sache dass diese Leute die angeblich Rukia machen die machen das nur damit die Leute ausbeuten und von ihnen Geld nehmen wir kennen das nicht beim Sahaba في المتحدث في الحياة أو تابين أو تابين أن يكون ستباد في رقية أو أن يكون لديو تابين في رقية أن يكون ذلك يكون ذلك أي أني يتعوي أمي وحسب تبعاون جديد يملكون يدعون ويضعون دعاون جديد ينزل هذا لأمني تبعاون يجن والشيطاني يمكن أن يطاقه تتحدي بأن خلق الدرين كان هكيف على يشفه سابت الإجنةية لخلوقه على يشفه وقفه على الإجنة وحبه سيشفه على أجمع الأن أو كان يحفل يشفه أنه سابت يشفه إذا كانت سابت كثيراً هل هي العادة لدينا كريم القرد من القرد للجن من قرد دعهم لدينا وقد نجمع نحرة إلا السحر لدينا كريم اذا فهمت اشترك يا جمعي لا يستعبوا من اجل الشعر احبوا بذرقتهم الى شخص ايضا 1000€ طورة منها ايضا ما احدهم ايضا ما قررطوا بها اذا دعني تباتل وقرأت although اهلا واصهag في الاجة اوه وكانت نعم اذا دعنا جمع بأسنا اذا قد تشئين الاشياء وتميزهم جمعين ان دعنا العرفة لذلك سبب فعلهم يزورهم لبركة الله وفيكم فعلهم يتظلم وزورهم يتظلم كل موضوع بدون بعد أسرحل تقوم بأن،ajه ما اب يزعل عقرات اذا سوفك عطائق أوضي Ash다면 أ Hep樣 أوضي أجبه لأنها الأنسبت أهل أيضًا لا يحص في البيان قيل أه Habを حيلَه لكنه لا يزال بالدعم أن تسال rokهم أذا كيلwię أ tweeted إضاف tons أيد أما أمثال إذاً أما أمثال ، أما أمثال أمثال الفترة هو أمثال 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 وهنا الألم يتحدث أو أمثال واته ، أما تحدث إنه أساق لكن هذا ذلك ليس كما تحدث الوحيف ويقضت في حالة الأخوات وكان في م 我們 واحدة طريقة ويقضى أشهد هذا يعلن الأخوة الأمثال من الطبيعة الأمثال وكرا في الإشارات الم administration وكرا ليسوا equipo بالكومية كلاديا ومجرد العملية ومجرد العلوم الوصف منتجه وكرا على الهجل يساعدكم非常بد فلم يبقي عليك يساعدني من القران وبدأ الأن من المعارن من أن يكون هذا مواصف الأحيان لكن يوجد عليك اشتركوا في اشتركوا في القرآن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله لنت أستغفر وكتب لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته